اشتركوا في القناة نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينا وبعد فأرحب بكم مشاهدين الأكارم جميع ترحيب في مسألة هذه الحلقة الجديدة برنامج مع القرآن مشاهدين الأكارم نتحدث في هذه الحلقة عن الإعجاز العددي للقرآن أسرني أنا سضيف في هذه الساعة القرآنية المنوعة الباحث الأستاذ عبيد سليمان الجعيدي مرحبا بك ساذ عبيد وأهلا وسهلا فيك في برنامج مع القرآن حياك الله خير شير الزاد تحية لك والمشاهدين عبر القناة القناة المباركة قناة الشارجة طبعا ساذ عبيد باحث في الإعجاز العددي للقرآن منذ عام 2000 صاحب اكتشاف موقع رمضات العماد سنعرف قصة اكتشاف رمضات العماد حروف القرآن الكريم مشارك في معظم مؤتمرات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم منذ عام 2007 لحد الآن قدم حلقات تلفزيونية وإذاعية كثيرة في عدد من الفضائيات وعدد من إذاعات الأمين العام للجنة التحكيم في المؤتمر الإعجاز العددي في الرباط ومؤلف كتاب 33 اكتشافا في الإعجاز العددي للقرآن الكريم ورح نتعرف على قصة 33 اكتشاف اللي هي حقيقة من جهود الباحث حقيقة السيرة الذاتية للأستاذ عبيد طويلة لكني سأعرج على بعضها أثناء الحلقة مشاهدين الكارم تعتبر معجزة القرآن الكريم معجزة خاردة معجزة القرآن تتميز عن سائر المعجزات لأنه حجة مستمرة باقية على مد العصور البراهين التي كانت للأنبياء انقرض زمانها في حياتهم ولم يبق منها إلا الإخبار عنها أما القرآن فلا يزال حجة قائمة كأنما يسمعها السامع من فم النبي صلى الله عليه وسلم يعني الساعة وللسمرار هذه الحجة البالغة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات على ما مثه آمن البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة القرآن الكريم كما تعلمون آية بينا معجزة من وجوه متعددة من جهة اللفظ من جهة النظم البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى من جهة الأعداد وإحصاءاتها ودلالات هذه الأعداد وهذه الإحصاءات وهذا في الحقيقة ما سنتناوله في حلقة اليوم فما المقصود بالإعجاز العددي للقرآن ماذا نقصده بالعدد القرآني ما هي أنواع الأعداد متى بدأ الاهتمام بهذا العلم ما هي قصة اكتشاف هذا العلم من هم أبرز العلماء الذين كتبوا فيه ثم لنا أن نسأل أين يظهر الإعجاز العددي للقرآن هل في الآيات في أرقام الآيات هل في أرقام السور هل في النص القرآني الذي يذكر أعدادا معينة أم في مجموع الكلمات ومجموع الحروف أم في المجاميع الحسابية والنظم العددية ثم لنا نطرح تساؤلا هل الإعجاز العددي علاقة بالعلوم الأخرى كالفلك والأحياء والفيزياء والتاريخ ثم نعرج أخيرا على ذكر فوائد الإعجاز العددي مدللين على كل هذه المحاور التي ذكرناها بالأمثلة من القرآن الكريم ولعلنا إن بقي متسع من الوقت في هذه الساعة التي ستنضي سريعا أن نعرج على بعض الشبهات التي تثار حول الإعجاز العددي للقرآن وسنحاول رد عليها بإذن الله قبل أن نبدأ بطرح هذه المحاور على ضيفنا في السوديو نتابع هذا التقرير ثم نواصل القرآن الكريم تتكرر لحكمة يعلمها الله تعالى ويكون تكرارها متناسبا مع تكرار كلمة أخرى تترادف معها أو يكون بينهما تضاد وربما يدخل في ذلك رقم ترتيب السورة في المصحف أو رقم الآية ضمن السورة الواحدة وليس كل واحد قادرا على كشف مثل هذا الوجه من الإعجاز أو استخلاص دلالاته فالأمر يحتاج إلماما بعلوم القرآن وأصول التفسير والمعاني اللغوية للكلمات المراد بحثها ودلالاتها الحقيقية والمجازية وكلما اجتمعت هذه العلوم لدى الباحث كان توصله إلى النتيجة أدق وأعمق ومن حق كل سائل أن يسأل هل ما يتوصل إليه الباحث في الإعجاز العددي يمكن أن يسمى حقائق أم هو مجرد ظنون إذن سيد عبيد مرحبا بك مرة أخرى في برنامج مع القرآن على فضائة الشارقة أخر اللقاء كان لنا معك في إذاعة نور دبي معك كان في إذاعة نور دبي حقيقة قد التخريب خمس أو سنوات 2007 2007 إن شاء الله طيب الآن السؤال الذي نفتتح بهذه الحلقة ما المقصود بالإعجاز العددي للقرآن موضوع الحلقة والإعجاز العددي للقرآن حقيقة في حلقات ماضية تحدثنا عن وجوه إعجازية أخرى للقرآن وحقيقة برنامج مع القرآن برنامج منوع يتناول كل ما له علاقة في القرآن لكن حقيقة في الحلقات الأخيرة ركزنا بعض الشيء على موضوع الإعجاز وكان آخرها تركيز على الإعجاز البياني الآن ما المقصود بالإعجاز العددي للقرآن الله يبارك فيك إذا قلنا يعجاز العددي نحن نتكلم عن كلمتين كلمة الإعجاز وكلمة العدد بالنسبة لكلمة الإعجاز على ما اصطلح عليه المصطلحون كل أمر خارق للعادة يضر الله عز وجل على يد أنبياءه لبيان صدقهم و لإثبات الحجة البشر حقيقة من آلاف السنين كانوا يريدون حاجة تقنعهم بأن كلام هذا الإنسان اللي هو رسول كلامه حق فحتى يثبت هذا رسول أن كلامه حق يفترض أن يقدم لهم حاجة فوق العادة خارقة للعادات فكانت هناك المعجزات في زمن موسى على السلام و في زمن عيسى على السلام تلك المعجزات كانت لأفراد ذلك الزماني و المكان و بمجرد ما انتهت مدة رسالتهم توقفت هذه الأدلة عن وجودها ولكن القرآن الكريم صارح لكل زمان و مكان وهو آخر كتاب وهو آخر دليل فيفترض أن يحتوي القرآن الكريم على أشياء تثبت علو كعبة علو مكانته فكل المخلوقات فكل الأشياء فكان من الطبيعي أن يحتوي القرآن الكريم على إشارات و على دلائل تبين صدق القرآن الكريم على مدى العصور العجاز العلمي درس هذه الآيات القرآنية من زاوية علمية سواء كانت فلكية أو طبية أو جغرافية و علم كثيرة ولكن العجاز العددي درس الآية القرآنية من مكانها في القرآن الكريم سورة البقرة هي السورة الثانية هل هناك حكمة من ذلك سورة النساء هي السورة الرقم أربعة آية الوسطية هي آية رقم 143 في سورة البقرة هل هناك حكمة تكون هذه الآية في هذا المكان القرآن الكريم تلك الكلمة هي الكلمة رقم مية ذلك الحرف ترتيب 500 مثلا هل هناك حكمة أن تكون هذه المكونات الكلمات الحروف الآيات والسور هل هناك حكمة أن تكون هذه الآيات هذه الكلمات والحروف والسور في هذا المكان بالتحديد هل هناك حكمة في ذلك أم لا هذا هو الأمر الذي درسه الباحثون في الإعجاز العددي حقيقة من 30 إلى 40 سنة لا أكثر أستاذ عبدنا أود التنويه إلى أن سابقا قد يجد بعض المتخصين كتابات أو مؤلفات في عد الآية موضوع عد الآية وعلم عد الآية وعلم العدد هذا شيء مختلف تماما عما نحن بصدد طرحي اليوم عد الآية المقصود بأن هناك مذاهب لعد الآية يعني الحمد لله رب العالمين هل هذه الآية رقم واحدة ولا رقم اثنين هناك سبع مذاهب في العدد هذه مأخوذة عن نبي صلى الله عليه وسلم هي توقيفية لا مجال الاجتهادي فيها قد يعتمد عليها الباحثون في مساء الإعجاز العددي لكنها علم منفصل فلما نقول الإعجاز العددي لا يذهب البال إلى علم العدد وعد الآية أو يسمى علم الفاصلة وهو علم قديم ذكرت قبل قليل سيد عبد أن العلم هذا من 30 أو 40 سنة تقريبا بالضرح صحيح يعني اقترم ظهره بماذا له علاقة بظهور الحواسيب وما شابه ذلك صحيح الذي بدأ في ظهور هذا العلم أحد الباحثين الفكريين الدكتور عبد الرزاق نوفل نعم كان يبحث في بعض الحصائيات القرآنية الذي حصر أنه في العام 1959 عبد الرزاق نوفل كان يحضر لكتاب جديد اسمه الإسلام دين و الدنيا أراد أن يضيفها في مقدمة هذا الكتاب تكرار كلمة الدنيا في القرآن الكريم و تكرار كلمة الآخرة عكس الدنيا في القرآن الكريم فماذا فعل راح إلى معجم اسمه المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم و تدير الكاميرا و هذا المعجم في كل كلمة من كلمات القرآن الكريم كم مرة أتت و وين أتت فذهب إلى حرف الدال من كلمة الدنيا فوجد بأن كلمة الدنيا قد وردت في القرآن الكريم 115 مرة دعنا نرى كلمة الآخرة فعندما ذهب إلى كلمة الآخرة و أصيب بالفزع لأن كلمة الآخرة قد وردت في القرآن الكريم 115 مرة كذلك فقال سبحان الله ما هذا التوافق العجيب الدنيا في القرآن 115 و الآخرة في القرآن 115 لا أتعمق في هذه المسألة بعد تسع سنوات من هذه الحادثة و بالتحديد في العام الميلادي 1968 نفس الباحث عبد الرزق نوفل كان يبحث في كتاب جديد آخر عالم الجني و الملائكة أراد أن يضيف في الكتاب الجديد تكرار كلمة الملائكة في القرآن الكريم كما رجعت و عكسها الملائكة و الشياطين كما رجعت أيضا الشياطين فتح نفس المعجم و ذهب إلى كلمة الملائكة فوجد بأن كلمة الملائكة قد وردت في القرآن الكريم كله 88 مرة ممتاز سنجد كلمة الشياطين فعندما ذهب إلى كلمة الشياطين استغرب لأنه وجد بأن كلمة الشياطين قد وردت في القرآن الكريم ثماني و ثمانين مرة كذلك فقال سبحان الله ما الذي يحدث الدنيا و الآخرة متساويات و الآن الملائكة و الشياطين متساويات هل هناك كلمات أخرى و السؤال الأهم لماذا هذه التكرارات من فترتها بدأ الدكتور الله يرحمه عبدالرزاق نوفل في بحث فريد من نوعه الكلمات القرآنية كم رأتت و هل هناك علاقة بين كلمات القرآنية و ما يضادها من كلمات الحر و البرد الرجل و المرأة و الصيف و الشتاء الآخرة فوجد بحثا فريدا بوابا في كتاب سماه الإعجاز العددي في القرآن الكريم و هو أول من يصطلح هذا المصطلح الإعجاز العددي و احتوى هذا الكتاب و لأول مرة على كلمات أصيبت و أصاب العالم الإسلامي بالذهل اكتشفوا لأول مرة كلمات قرآنية وردت في القرآن بتساوي غريب جدا فأثبت بأن كل كلمة في القرآن الكريم جاءت بعدد و بمقدار معين لا يعلمه إلا البارئ الذي أنزل هذا الكتاب و دور الباعة في الإعجاز العددي أن يكشف للناس هذه الصورة الجمالية التي سموها بالإعجاز العددي في القرآن الكريم طيب نعترض قليلا على كلامك أبدا نشاكس قليلا لما لا طيب تذكرت أن كلمة الدنيا وردت مئة و خمسة عشر مرة صحيح و الآخرة مئة و خمسة عشر صحيح مئة و خمسة عشر مرة طيب ما المنهج الذي تم اعتماده في إحصاء هذه الكلمة يعني في سورة الأنثال يقول الله عز وجل إذا أنتم بالعدوة الدنيا صحيح لكن هذه كلمة الدنيا لا تدل على الدنيا صحيح و كلمة الآخرة قال الله عز وجل ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة صحيح و كلمة الآخرة لا تدل على الآخرة صحيح طيب ما هو المنهج الذي اعتمده الباحث بحيث مجرد الكلمة ورودها في القرآن الكريم صحيح يعني أين المنهج نعم نعم أخبرك الموضوع هذا و حقيقة الحديث عن المنهج عند الباحثين في مساء العجاز العددي هذا حقيقة نحتاج أن نفرد له ساعات طويلة صحيح و مناقشة المناهج المعتمدة هل هي مجرد انتقائية عند بعض الباحثين صحيح أو أنه مجرد وجد دلالة سريعة أخذها و طلع منها بحث صحيح دون التدقيق نعم صحيح عندما نقول بأن كلمة الدنيا هذه الدنيا نعم وردت مية و مستعاش و نقول كلمة الآخرة هذه وردت مية و مستعاش لا نعني بذلك بأن هذه الدنيا مقصود بها الكرارضية نعم والآخرة مقصود بها اليوم الآخر نعم ولكن الذي نقصده بأن الدنيا يقابل للآخرة نعم اللفظة بلفظة ولكن الذي سوف يحصل بأنه عندما يتعمق الباحثون في كلمات الدنيا سيجدوا بأن كلمات الدنيا التي تعني بها الكرارضية ليست مية و خمسة عشر أقل من مية و خمسة عشر يستنتج بذلك رقم هذا الرقم لا شك أن له دلالة لأمر آخر حتى هذه اللحظة يمكن ما وصلنا له ولكن الذي وصلنا له بين كلمة الدنيا و كلمة الآخرة جاء بالتساوي عجيب فنترك الأمور التي لم يتوصل لأيد الباحثين للمستقبل القريب يعني كنا نعتبرها خطوة أولى هل هذا يقودنا إلى القول لأن العجاز العددي لا يزال في بدايته لا زلنا نتلمس الطريق يعني بين القادح والمادح في العجاز العددي هناك من ينفي العجاز العددي جملة و تفصيلا صحي هناك من يعتبر العجاز العددي من المسلمات كالعجاز البياني و التشريعي بين هذا و ذاك هل نستطيع أن نعتبره علم ناشئ لا نهم النتائج و لا نعتبرها قطعيات صحي أفهم كلامك هكذا أنا أستطيع أن أقول الحاجة مختلفة نعم لأن العجاز العددي دخل في زاوية نعم خرجها من زاوية معينة و بالتحديد أول دراسة جادة كانت بعد دراسة دراسة قنوفل هي دراسة لشيخ بسام جرار اسمه الكتاب الإعجاز في العدد 19 نعم فكانت هذه أول دراسة جادة هذا الكتاب ستتفاجئ أن عمره حتى هذه اللحظة 21 سنة يعني لسه العلم توا طالع أول مؤتمر في العالم نتائج اللي وصلها ببسام جرار صحيح نتائج خطيرة هو له اجتهادات في مسال أخرى متعلقة بزوال إسرائيل متعلقة بأمور أخرى هذا قضي يعني النتائج لسه أيضا هناك اعتراضات على النتائج يعني الحديث عن المنهجية في الإعجاز العلمي القرآن حق يحتاج إلى مزيد من عناية يعني مثلا كلمة بعل يقول الله عز وجل وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَارِك صحيح لكن ليست كل كلمة بعل بمعنى الزوج يعني قال الله عز وجل أتدعون بعلا صحيح بعد هنا اسم صنم صحيح قال الله عز وجل فلما كشفنا عنهم الرجزة إلى أجل الرجزة هو العذاب صحيح لكن في المدثر والرجزة فهجر يعني الصنم فهجر عبادة الصنم صحيح فاللفظ هذا لازم نرجع إلى معناه أيضا صحيح طيب حتى لا نخرج من الإطار الذي كنا فيه كنا نتحدث عن نشأة هذا العلم صحيح إذن البداية كانت عند الشيخ عدرزاق نوفل ثم تبعه بسام جرار ثم وين نحن الآن أخبرك أن بسام جرار أول من قدم الدراسة دعنا نقول منهجية في هذه المسألة وكان دراسة مبنية على العدد 19 هو ليس محورنا اليوم لأنها مسألة خصوصية أنا حقيقة حرص في كتابي الأول في العجاز العددي أن أقدم المعلومات العامة الأساسية التي تبنى مباشرة من العدد القرآني هذه الكلمة جاءت في القرآن هكذا مرة هذا الكلمة جاءت في القرآن هكذا مرة فهناك تساويات هناك إشارات مباشرة ولم أتعمد إلى إسقاط أرقام القرآن لحوادث قد تكون مستقبلية قد تكون علمية عميقة يعني تتجنب غيبة المستقبل تحاول طبعا مسألة الغيبة نتجنبها بعض الباحثين دخلوا في هذه المسألة ولكن الذي صدى بأن هناك مسألتين في العجاز العددي باحثون يبحثون في العجاز العددي ويثبتون من خلاله جمال القرآن هذا جزء الأول من الأبحاث الجزء الثاني الباحثون يحاول أن يسقطون الأرقام القرآنية للتوصل إلى حقائق معينة مثلا عندما أقول لك الدنيا والأخرى 15-15 أنا أتوقف عند هذا الحد لا أحاول أن أفسر لماذا كانت 15-15 هل الكرة أرضية ستعيش 115 ألف سنة هذا أمر اجتهاد آخر الذي سوف توقف عنه دائما هي المسألة المباشرة التي لا يختلف عليها الناس وجمال العجاز العديد حقيقة غالبا يظهر من خلال الأمثلة التي ممكن نثبتها أن هناك إعجاز عددي إذن مشاهدين الكارم نأخذ هذا الاتصال من فضيلة شيخ الدكتور عمر حمدان الكبيسي دكتور عمر مرحبا بك في برنامج مع القرآن حياك الله أخي الكريم حيا الله أبا عبد الرحمن وحيا الأستاذ بيد شعلك الحلقة جزا الله خيرا حياك الله دكتور عمر دكتور عمر ماذا تقول في الإعجاز العديد للقرآن الله يحفظك والله أنا بس مدخلتي هو لإعطاء فكرة عن بحث أعددته تحت أنوان الإعجاز العديد سؤال يبحث عن إجابة نعم قسمت آراء العلماء حول الإعجاز العديد إلى ثلاثة نعم منهم من يرفضه مطلقا نعم ومنهم من يجيزه مطلقا نعم ومنهم من يجيزه بضوابط نعم الحقيقة لو أريد أن نستعرض أدلة كل فريق سيأخذ من الوقت طويل في عجالة نعم في عجالة إن شاء الله نعم يعني أبرز عجج الرافضين لهذا العلم العظيم الثر أنه بدأه رجل اسم رشاة خليفة الذي ادعى النبوة مؤخرا نعم والذي كان يركز على مضاعفات الرقم 19 الرقم المقدس عند البهائيين هذا أبرز قالوا لو كان فيه فائد لأن انتفع به هو أول من ابتدعه نعم والحجة الثانية أن هذا العلم يعتمد حساب الجمل نعم القديم وهو الحقيقة حساب فني عظيم وابتكار رائع جدا لأنه يعطي كل حرف رقم ويؤرخ فيه لكن الحقيقة لا يقوم على أساس شرعي نعم النقطة الثالثة أن بعض المشتغلين في هذا العلم بالغوا في الأمر فأخذوا يربطون الأرقام القرآنية بأحداث 11 تسعة وزوال إسرائيل والتنبؤ بقيام الساعة وغير ذلك نعم من الأدلة أيضا أن هذا الإعجاز يعتبر استدراك على الله ورسوله وبعضهم قالوا بأن العلماء سابقا ما اشتغلوا به ولو كان خيرا ما اشتغلوا به لكن الحقيقة هذه الأدلة مرجوحة ويرد عليها بكل بساطة لأن أدلة المجيسين الحقيقة قوية جدا ومنها مثلا ما ثبت بإصنات صحيح عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه استدعى بن عباس رضي الله عنه في مجلس من الجارس وقال إنه فتن له قلب عقول ولسان سؤول فلما سأل الصحابة سيدنا عمر رضي الله عنه سأل الصحابة عن ليلة القدر وأجمعوا على أنها من العشر أو آخر سأل ابن عباس فقال ابن عباس رضي الله عنه إني لا أظن أين هي إنها ليلة سبع وعشرين فقال عمر ما أدراك فقال إن الله تعالى خلق السماوات سبعا وخلق الأراضين سبعا وخلق الأيام سبعا وجعل الطواف سبعا والسعي سبعا إلى آخره يرى ابن عباس أنها ليلة سبعين وعشرين فهذا دليل على أن ابن عباس رضي الله عنه استخدم الإعجاز العدد في هذا كذلك ما روي بإثناء صحيح عن سيدنا عثمان رضي الله عنه عن حادثة يعني امرأة ولدت طفلا كاملا على ستة أشهر من الحمل فسيدنا ابن عباس رضي الله عنه بذكائه وفطنته استدل بقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شغرا ثم قارنها بقوله تعالى وفصاله في عامين فإذا كان الحمل والفطان ثلاثون شهر والفطان في عامين إذن الأقل الحمل هو ست شهور ودرأ قامت الحد على تلك المرأة جميل الحقيقة الصحابة رضي الله عنهم هذا العدد ومنهم الإنام السيوطي رحمه الله أيضا الحقيقة الذين قالوا بأنهم يزونه بضوابط وأنا أميل إلى هذا الرأي يعني من الضوابط أولا أن تكون الأرقام واضحة كل الهبوح للعيان نعم فمثلا يجب أن نخلص الأرقام من حساب الجمل والابتعاد عن كلمة مضاعفات ونصف الأرقام تقسيم الضرب النقص هذه الأمور ثانيا أن لا نقول عندما نفسر القرآن تفسيرا يعني في الإعجاز العددي أن لا نقول أن هذا هو مراد الله عز وجل لأن في هذا مغامرة خطيرة لأنه هو اجتهاد الباحث أبدا نعد هذا التناسق العددي لا نعد دليل شرعي يعني نعده دليلا استئناسيا فقط استئناسيا لكي لا ندخل في القضايا الفقهية وغير ذلك والحقيقة هناك مناقشات كثيرة حول الموضوع لكن الحقيقة الرأي الصحيح والدليل الواضح على أن الإعجاز العددي علم واسع ويمكن أن يدخل به على غير المسلمين ويحاججهم أيضا فيه وهو الحقيقة يركز ويثبت إيمان المؤمن والحقيقة يعني علم يحتاج إلى أن يتفرغ له أهل الاقتصاص أزاك الله خير دكتور عمر حمدان كويسي على هذه المداخلة حياك الله كالكالكالكالجال حياكم الله شكرا جزيلا حياك الله أزاك الله خير دكتور عمر أستاذ عبد حقيقة نحن منذ البداية ندندن حول الإعجاز العددي للقرآن لكن مضربنا أمثلة على الإعجاز العددي حقيقة هو الذي يبهر في قضية الإعجاز العددي الأمثلة صحيح لجعبتكم ملأ بها فلعلنا بعد الفاصل نفرد مساحات من البرنامج لعرض أمثلة من الإعجاز العددي للقرآن مشاهدنا كارم نتلقف مع هذا الفاصل ثم نواصل مشاهدنا كارم مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج مع القرآن وهذه الحلقة التي نخصصها للتعريف بالإعجاز العددي للقرآن الكريم أستاذ عبد وعدنا قبل الفاصل أن نضرب أمثلة للإعجاز العددي سواء من أبحاثك الشخصية أو حتى من الأبحاث التي وقعت عليها نعم الله يبارك فيك عندما نتحدث عن الإعجاز العددي نتكلم عن عدد السور 114 سورة و كل سور لها رقم عدد الآيات 6136 آية في القرآن و كل آية لها رقم نتكلم عن عدد الكلمات و كل كلمة لها تكرار في القرآن الكريم و نتكلم عن عدد الحروف و كل حرف له قيمة و له تكرار الآن فيما يخص زاوية الكلمات نحن نجد عن طريق اللابتوب إذا كانت صورة واضحة للجماهير بأن كلمة الحر وردت في القرآن الكريم كله أربع مرات نعم العجيب أن عكس الحر البرد في القرآن الكريم أيضا أربع مرات كلمة أخرى كلمة الطيب في القرآن وردت سبع مرات نعم و ما يناقض الطيب الخبيث في القرآن أيضا سبع مرات لاحظ أخي الشرزاد إذا كانت التكرارات كلمتيا ثلاثة بخمسة عشر في القرآن الكريم فالأمر قابل التكرار في أي كتاب آخر ولكن إذا الكلمات ليست بالعشرات و لا حتى بالمئة بل بالآلاف من أصل سبعا سبعين ألف كلمة في القرآن الكريم عندنا نقول أن هذه التكرارات عبارة عن ظاهرة تظهر في القرآن الكريم كلمة الإخ Administrat في القرآن الكريم قد وردت 24 مرة عكس المرأة أيضا في القرآن الكريم 24 مرة كلمة الإيمان وردت في القرآن الكريم 25 مرة كلمة الكفر في القرآن الكريم أيضا 25 مرة كلمة الزراعة في القرآن 14 كلمة الحرثة في القرآن 14 وكلمة الفاكهة في القرآن أيضا 14 كلمة شجر 26 كلمة النبات 26 تجد خوي شرزاد بين الكلمات القرآنية يعني تظهر بميزان غير طبيع جدا على هذا الأساس خلينا نسألك سؤال أيضا للسادة المستمعين والمشاهدين كلمة الأعمى في القرآن ثمان مرات وكلمة عكس الأعمى البصير في القرآن لا لم تكن ثمانية بل تسعة مرات هذا السؤال وجه طيب خلينا نرى كلمة الظلمات في القرآن 14 عكس الظلمات النور في القرآن 14 لا 13 هذا السؤال وجه طيب ليش إذا كان الفرق بين كلمتين المتضادتين والله هذه 15 والثانية 40 لها حكمة أخرى ولكن أن تكون 13-14 ثمان تسعة هل هناك حكمة؟ لا تريد أن أصل أنا أريد أن أصل بأن القرآن كريم والإعجاز العديد ليس فقط مجرد تكرارات هل أننا نرى الأعمى في القرآن ثمانية والبصير تسعة الظلمات 14 والنور 13 لماذا هناك فرق؟ الإجابة موجودة في سورة الرعد هذه الإجابة قال هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا ولا حتى في التكرارات القرآنية لا يستوى ولا حتى في التكرارات فبالتالي أن الدلائل القرآنية في أعداد الكلمات ليست فقط من مجرد الرياضيات هنا وهناك فهذه فقط بعض الأمثلة حول موضوع تكرارات المتعلقة بالكلمات وقم سبعة يدندن حوله أصحاب الإعجاز العددي صحيح هناك نتاج كثيرة متعلقة بالعدد السبعة أن أول سورة نزلت في القرآن هي سورة الفاتحة آياتها سبعة وهناك عدد السماوات سبعة وعدد إلى آخرها فهناك سباعيات منظومة في الخلق و أيضا منظومة في القرآن الكريم هذا قد لا تكون من اختصاصاتي ولكن عندي اختصاصات في مجال في مسال أخرى متعلقة بالفلك أو متعلقة بالأمور العلمية الأخرى طيب أستاذ عبيد ما ترى أنه بعض هذه عبارة عن تناسقيات أو توافقيات و حتى من خصائص الأعداد اللي يعني نحن الآن حتى لو قررنا أنه السماوات سبع و جهنم لها سبعة أبواب و سورة الفاتحة آياتها سبع و المنظومة السبعية كثيرة طيب ما الدلالة يعني يظهرنا واحد بكرة يقول لك طيب الفصول أربعة و الجهة أربعة و أركان الصليب أربعة و نحن بعد نقول الخلفاء الراشدون أربعة و المذهب أربعة طيب ما هي دلالة الرقم أربعة يعني نحن هذه التوافقية يجب أن تؤدي لها نتيجة صحيح مجرد أنه يكون هذا الرقم متكرر يعني ثم ماذا طيب خبرك إذا كان تكرار على أعداد بسيطة اثنين أو أربعة أو إلى حد ما سبعة فالأمور تظهر كثيرا و قد تتكرر هذه الأمور في كتب علمية كتب بشرية حده طبيعي ولكن عندما تكون عندنا في كتاب القرآن الكريم الكلمات ليست بأربعة أو بالخمسة بل بمئات وألاف الكلمات عندنا نقول هناك ميزان طيب هناك نوع من دلالات الدلالة الأولى بأن هذا إثبات لي وإقرار من القرآن الكريم كله لم يتغير منه شيء لا كلمة زائدة أو ناقص والدليل على هذا الأمر هذه نتاجة التي ذكرتها قبل قليل طيب ماذا تعني أن تكون الطيب سبعة والخبيل سبعة هذه نتركها للناس التي يتمعنوا في هذه المسألة يعني أنها تكون خطوة لاحقة أكيد عندما أقول لك مثلا صحيح عندما أقول لك بأن البر في القرآن 12 تتوقع البحر كمرة في القرآن البحر في القرآن 33 أنت لا تجد هناك تناسق ولكن في ميزان الطبيعة نعرف أن نسبة البحر في الكرة أرضية 71% ونسبة البر في الطبيعة 29% فعندما نعرف هذه النسبة عندها عندما نشاهد كلمات البحر في القرآن 33 وكلمات البر واليابس في القرآن 13 نكتشف أن نسبة البحر في القرآن نسبة البحر في القرآن ونسبة اليابس في القرآن 71% للبحر و 29% للبر هذا حقيقة كلام جميل يقودنا إلى السؤال عن العلاقة بين العجاز العددي و بقية العلوم صحيح هل هناك علاقة كل كلامنا سابق كنا ندندن حول الأرقام و مدلولات الأرقام و الإعصائية الآن هل العجاز العددي علاقة بقية العلوم كالفلك كالكيمياء كالفيزياء طبيعا يكون هناك علاقة والسبب الذي خلق هذه المخلوقات السماء و الدنيا و الشمس و القمر هو الذي أنزل القرآن الكريم فطبيعا ستجد هناك روابط كثيرة جدا و هي الحمد لله موجودة نضرب أمثلة نضرب أمثلة عليها وضعنا بعض الأمثلة على الطاولة نتجه إليها طيب الآن السادة عبيد سليمان الجعيدي سيستعرض لنا بعض اللوحات التي أعدها يعني نرى العلاقة ما بين العجاز العددي للقرآن و ما بين العلوم الأخرى السادة عبيد شو اللوح الأول الذي جهستها لنا نعم في البداية نحن الآن قاعد نبحث هناك كلمات في القرآن الكريم لها الدلالات فلكية تكرار هذه الكلمات هل لها علاقة بمعطية فلكية أم لا على سبيل المثال سنعرف أن هناك ظاهرة يومية تحدث في الكرة أرضية و هي ظاهرة اليوم فيها النهار و الليل اليوم عدد الأيام في السنة هو 365 يوم في السنة طيب هل هناك علاقة بين هذه الظاهرة الفلكية و الأرقام القرآنية أم لا اكتشف الباحثون بأن كلمة اليوم في القرآن الكريم قد وردت بالتمام والكمال 365 مرة فالعلاقة مباشرة تكرار الكلمة يساوي عدد أيام السنة كلمة أخرى نعرف بأن عدد الشهور في السنة هو 12 شهر و حتى هذا مصداق القرآن الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهر الآن العجيب بأن كلمة الشهر قد وردت في القرآن الكريم و أخي الشهر ذات و أخي المشاهدين بالتمام والكمال 12 مرة مطابقة لعدد الشهور في الحقيقة و العجيب أخي الشهر ذات يوم تقرأ الآية في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله فالقرآن يقول إن في كتاب الله هناك 12 شهر و الأمر طبعا ليس بمصادفة أن يكون في كتاب الله هناك 12 شهر هذا مثال إذن إليك مثال آخر للقمر دورتين دورة حول الأرض و هي تحدث مرة في كل 29 يوم و نصف قريبا و هناك دورة حول نفسه و تحدث مرة في كل 27 يوم فالقمر كالقمر له علاقة مباشرة بدورة حول نفسه و هي تتكرر مرة في كل 27 يوم الملاحظة العجيبة بأن كلمة القمر قد وردت في القرآن الكريم بالتمام و الكمال 27 مرة أيضا هذه أيضا إضافة فلكية متعلقة بالعجاز العددي بمعنى هل يعقل أن تظهر الكلمات القرآنية الفلكية على الأقل بنفس معطياتها الحقيقية هل هذه مصادفة طبعا ليست هناك أي مصادفة و السبب الذي خلق هذا القمر و هذه الحركة هو الذي أنزل الكتاب و جعل فيها معطيات القمر و كلماتها مساوية لتلك الظاهرة الفلكية كلمات أخرى كثيرة أخي الشرزات سأتصر عليك بكلمة أخيرة في عندنا نجمة في القرآن الكريم مذكورة بالإسم وهي نجمة الشعرة و أنه هو رب الشعرة العلم اكتشف العلم اكتشف بأن الشعرة عبارة عن منظومة متكونة من نجمتين اثنتين فسموها الشعرة ألف و الشعرة باء الشعرة ألف و الشعرة باء تدوران حول نسيهما دورة كاملة في كل تسعة و أربعين سنة أرضية ففي كل تسعة و أربعين سنة أرضية اكتشف العلماء بأن الشعرة تدور حول نفسها دورة كاملة العجيب بأن كلمة الشعرة قد وردت في القرآن الكريم كل مرة وحدة و كان ذلك في سورة النجم و في الآية و أنه هو رب الشعرة السؤال لك ما هو الترتيب سورة النجم ليس تسعة و أربعين و لكن ترتيب الآية و أنه هو رب الشعرة رقم الآية هذه هو تسعة و أربعين سبحان الله طلعت متطابقة مع الظاهرة الفلكية الرئيسية على سطح نجمة الشعرة هل هذه مصادمة؟ طبعا لا كل الكلمات الفلكية نتكلم عن كلمات السماء نتكلم عن كلمات حتى الشهب و النيازك كلمة الشهاب التي تكوز في القرآن الكريم كل هذه الكلمات خوش يرزاد لها علاقة مباشرة بمعطياتها الفلكية فعندها نستطيع أن نقول بأن الكلمات الفلكية في القرآن الكريم اليوم الشهر الشمس و حتى القمر و الأخرة عشرات الكلمات كلها وردت في القرآن الكريم بتكرارات لها علاقة مباشرة بمعطياتها الفلكية هل هذه مصادفة؟ لا أعتقد أن هذه مصادفة مصادفة مرة مرتين أما في عشرات الحالات هذه لا تعد مصادفة تعد ظاهرة أمتلة جميلة جدا و يبدو في جعبتك الكثير منها تحول الآن إلى علم الأحياء عندك شيء في علم الأحياء؟ صحيح في علم الأحياء سيد الكريم هناك سورة في القرآن الكريم جاءت على موضوع النحل العلم اكتشف بأن الرقم 16 أساسي في حياة النحل مثلا ملكة النحل تبقى في بيضتها 16 يوم إلى أن تفقس طيب أنثى النحل تفرز من جيوبها من بطنها ما تتجتمع لين يوم 16 طيب ذكر النحل ذكر النحل هذا الذكر مبني على عدد الكروموسومات عدد الكروموسومات في خلية ذكر النحل هو 16 كروموسوم وفي الأنثى 16 زائد 16 فتجد بأن الرقم 16 أساسي في موضوع النحل ولكن العجيب جدا بأن تكون سورة النحل هي سورة رقم 16 ما سرام ما في اللهية ما في اللهية فالعجيب أن تكون هذه السورة وقس على ذلك موضوع الحديد ماذا عن الحديد عن الحديد أحد العلماء والباحثين والشيخ الفاضل دكتورة زغلول النجار انتبه وقال بأن هناك علاقة بين موضوع الحديد وسورة الحديد في القرآن الكريم هذه العلاقة نستطيع نفصلها بطريقة أخرى ونقول الآتي بأن الحديد له عدد من النظائر الحديد كمعدن بس كتفصيل علمي سريع هناك في ذرة الحديد هناك نواة الحديد وحولها البروتونات والنيوترونات وهناك الالكتورونات تدور حول هذه الذرة عدد البروتونات والنيوترونات ثم بالوزن الذري للحديد خمس نظائر مكتشفة هذه النظائر الخمس المكتشفة هي الآتية الحديد خمسة خمسين الحديد ستة خمسين الحديد سبعة خمسين الحديد ثمانية خمسين الحديد تسعة خمسين هذه نظار مختلفة للحديد العجيب أن النظير الأوسط في هذه النظار الخمسة هو 57 وهذا هو رقم سورة الحديد 57 وهناك في حروف الحديد معطيات أخرى ولكن ستطول بنا السالفة لأنها متعلقة بحسابات مختلفة طيب للتاريخ علاقة بالإعجاز العددي ممكن نستنبط بعض الدلالات التاريخية أو بعض وجوه الإعجاز فيما يتعلق بالتاريخ من خلال الإعجاز العددي للقرآن صحيح إذن مشاهدين العلاقة بين الإعجاز العددي للقرآن وأيضا بقية العلوم سنتحدثنا عن علم الفلك وتحدثنا عن علم الأحياء الآن الأستاذ عبيد سيشرحنا العلاقة بين علم التاريخ والإعجاز العددي نعم في قصة سيدنا نوح حقيقة هناك معجزة عددية ودكتور رأيما رجل سويد ألف كتاب أو كتاب مذهل وأنصح للإخوة المشاهدين الكارم برجوع لهذا الكتاب الكتاب اسمه معجزة عددية في قصة سيدنا نوح وحقيقة المنهج العلمي الذي يعتمده الدكتور رأيما رجل سويد منهج علمي رصين وضل فيه علوم كثيرة من علوم المتفق عليه مثل علم عد الآي والرسم والمقطوع والموصول الآن نعود إلى التاريخ أستاذ عبيد نعم نعم قبل أن أنتقل إلى سورة نوح عندي إضافة جميلة متعلقة بسورة الكهف نعم واضح أن مدة لبوث أهل الكهف في كهفهم كانت نصداق الآية الكريمة ولبثوا في كهفهم أنت تنتظر بعد عبارة ولبثوا في كهفهم تنتظر مدة اللبوث كم لبثوا مئة سنة خمس مئة سنة ألف سنة إلى آخرة فالكلمة التي تأتي بعد كهفهم هي الكلمة الدالة على مدة اللبوث العجيب أن أحد الباحثين الذي ذكرت اسمه شيخ بسام جرار توصل إلى نتيجة عجيبة جدا وقال أن قصة الكهف تبدأ في سورة الكهف من الآية 9 أم حسبت أن أصحاب الكهف الآخرة وتنتهي القصة عند الآية 25 التي تقول ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا العجيب خير شارساد بأن عندما نقول ولبثوا في كهفهم هي كلمة ثلاثة ثلاثمائة سنين كلمة ثلاثة هي الكلمة رقم ثلاثمائة وتسعة في قصة الكهف بالتمام والكمال فعندما تقول ولبثوا في كهفهم الكلمة التي ترتيبها في قصة الكهف التي تبدأ من آية 9 أيضا ثلاثمائة وتسعة طبعا لا يوجد مجال لأي إنسان يقول لا هذه خطأ أو إلى آخرها عندنا هذه الصورة الثلاثة لصفحات الثلاثة سورة الكهف وبإمكان أي إنسان أن يتأكد من هذه الإعداد هذه المسألة الأولى إليك الآن أخي الشرزات وأيضا المشاهدين المسألة الثانية نحن نعرف أن نوحا للسلام قد لبث في قومه ألف سنة إلى خمسين عاما ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه في سورة العنكابوت فلبث فيهم ألف سنة إلى خمسين عاما ترى أخي الكريم ولقد أرسلنا نوح رسول طيب فترتيب التعقيم لبث فيهم ألف سنة إلى خمسين عاما فأخذهم الطوفان إذن رسول ألف سنة إلى خمسين عاما ساعة من خمسين سنة طوفان العجيب أن سورة نوح تبدأ في القرآن الكريم إن أرسلنا نوحا إلى قومه تبدأ برسالة وتنتهي بـ ولا تزد الظالمين كفار نوح إلا تبارى تبدأ برسالة وتنتهي بـ العذاب اللي هو الطوفان العجيب أن سورة نوح التي تبدأ برسالة وتنتهي بـ نهاية المجرمين عدد حروفها هو بالتمام والكمال 950 حرف لم تزدد حرفا ولم تنقص حرفا هذه الظاهرة قبل الأخيرة إليك الظاهرة الأخيرة المتعلقة بعمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحن نعرف بأن محمد صلى الله عليه وسلم قد ولد في عمل فيه رواد تقول 12 ربيع الأول زائد ناقص الأخير في عام الفيل في عام الفيل نعم نعم صحيح وتوفى في العام 11 الهجرة نعم المورّحون يجمعون على أنه عاش صلى الله عليه وسلم 63 سنة نعم ولد في ربيع الأول وتوفى في ربيع الأول كثير من المحقيقين يرون بأنه ولد في 12 ربيع الأول نعم وتوفى في 12 ربيع الأول أي أنه صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة كاملة بكل أيامها في الدقائق الأخير نحن نعم نعم فالملفت أني انتبهت لهذه القصة وجدت أن هناك سورة في القرآن تحدثت عن نهايته صلى الله عليه وسلم في الدنيا في عجارة نعم وهي سورة النصر نعم تقول إذا جاء نصر الله يلفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فواجه هذه السورة فرحت كثير من صحابه إلا أن بعض الصحابة قد بكوا مثل أبو بكل الصديق عندما قال بأن هذه السورة تنعى رسول الله هذه السورة هي سورة رقم 110 وهناك سورة في القرآن كريم اسمها على اسم محمد صلى الله عليه وسلم وهي سورة محمد وترتيبها 47 فكرت في هل هناك علاقة بين سورة محمد و سورة نهاية محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا فكانت العلاقة عجيبة جدا من أن ترتيب سورة النصر هو 110 وترتيب سورة محمد هو 47 و أن الفرق بينهما سيد الكريم هو 63 وهو مدة وجوده في الدنيا هذا مثال واحد إليك سيد الكريم المثال الأخير لو تستعفني لو تستعفني أيضا الوقت في هذه الورقة نعم في أوجانا نعم نعم دعنا نبحث على علاقة بين سورة محمد نعم و سورة النصر قبل قليل الفرق بين النصر و محمد 63 عمره نعم الآن إذا جمعنا الأرقام هل هناك علاقة لا طيب سورة محمد ترتيبها 47 و سورة النصر ترتيبها 110 سورة محمد آياتها 38 و سورة نصر آياتها 3 سورة محمد كلماتها 539 كلمة و سورة نصر كلماتها 19 كلمة ما هو مجموعة هذه الأرقام مجموعة الترتيبين 47 و 110 الآيات 38 ثلاثة الكلمات 539 19 مجموعة هذه الأرقام كلها يعني مجموعة أرقام سورة محمد و النصر يساوي 756 و إليك يا شيخ الكريم هذا السؤال ما هو 756 المشاهد قد يقول يمكن تكون سنة وفاته لا وفاته كانت في 630 ممكن تكون 756 756 هي عدد الشهور التي عاشها المصطبه صلى الله عليه وسلم الدنيا بالتمام والكمال إذا ضربنا 63 في 12 هو الناتج 756 هل محمد صلى الله عليه وسلم هو أعلم بوفاته فوضع القرآن الكريم بهذه الصورة لا هل صاحبهم الذين أرتب القرآن بهذه الطريقة لا هذه الأمر كلها تثبت على أن هذا الترتيب القرآني وحي من رب العالمين وأنه فيه أسرار و هذه جزء من أسراره إذن انتهى وقت البرنامج ولم تنتهي ولن تنتهي عجائب القرآن الكريم وحتى جعبة ضيفنا ملأة لا تزال ملأة بالكثير من الأمثلة حسبنا أن نلتزم بوقت البرنامج بسمكم جميعا مشاهدنا كارم متوجه بشكل جزيل لضيفي الأستاذ الباحث عبيد بن سليمان الجعيدي الذي حقيقة شرفنا في هذه الحلقة برنامج مع القرآن ويبدو أنه ستكون لنا معك حلقات لتغطية موضوع العجاز العددي للقرآن في الختام مشاهدنا كارم تقبلوا تحيات فريق العمل في مع القرآن ألتقيكم في الحلقة القادمة إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة